بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصلوا معاي على النبي الكريم وخلونا نبدأ مع بعض اليوم إن شاء الله نكمل معكم درس الاحتمال المشروط تعرفنا في الدرس السابق أيها الأخوة الكرام والأخوات على فكرة الشرط أو مفهوم الشرط واليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث حول هذا الموضوع فنتمنى لكم متابعة ممتعة طبعا تعرفنا في الدرس السابق على مفهوم الشرط وذكرنا مثال اللي يبغي يروح يسافر إلى مكة المكرمة لما يجي يحجز الفندق كيف أن مفهوم الشرط دائما يقلص عدد أناصر فضاء العينة ثم بعد ذلك تكلمنا عن الاحتمال المشروط وحسبنا بعض الاحتمالات المشروطة اللي هي من خلال بعد تقليص فضاء العينة أشوف والله وش الحادث اللي موجودة عندي وبعد ذلك أقوم بدراسة الاحتمال بعد تحقيق الشروط واليوم نتكلم أيضا عن الجداول التوافقية فنتمنى لكم متابعة ممتعة طبعا هذا هو قانون الاحتمال الشرطي قلنا أن الاحتمال الشرطي يجب أن يكون احتمال P بشرط A هو احتمال A تقاطع B ولكن يكون بعد تحقيق الشرط لأن هنا اشترطت الأي فبالتالي فضاء العينة كامل رح ألغيه ورح أركز فقط على المنطقة A أما بقية المناطق سوف أقوم بالغاهة مثل الأخ اللي جاء يحجز فندق في مكة فقام الموقع بحجب جميع الفنادق اللي موجودة حول العالم وركزني فقط على الفنادق اللي موجودة في منطقة مكة المكرمة وبالتالي نلاحظ دائما أن المقام صار بدل ما يكون جميع العناصر صار فقط عناصر A وبعد ذلك سوف أأخذنا العناصر اللي موجودة في B بشرط وقوع A بهذه الصورة مثل ما تكلمنا في الدرس السابق اليوم نتكلم بإذن الله تعالى على الجداول التوافقية قلنا الجداول التوافقية هي جداول تكرارية ذات بعدين جداول تكرارية ذات بعدين يعني يكون فيها بهذا الشكل يعني جداول تكرارية ذات بعدين يعني يكون هنا مثلا في عنصر وهنا في عنصر وهنا في عنصر وهنا في عنصر أو يكون في محددات موجودة هنا ومحددات موجودة هنا وبعد ذلك يكون في عندك أعداد أشخاص موجودة هنا و هنا فبالتالي هذه يسميها جداول توافقية طبعاً هنا التكرار يسمى تكراراً نسبياً أحياناً يكون يعطيك التكرارات و أحياناً يعطيك النسب في هذه الجهول الجداول التوافقية الحقيقة لو أشرحها لكم يعني لو نشوف حنا الجداول التوافقية زي هذا جدول توافقي يعني لو وصفها لكم أحسن خلونا نشوفها مثلاً يجي يقول لك هنا عندك حالة المريض حالة الشخص الآن هل هو مريض أو معافى هذا محدد أو هل هو يمارس المشي أو لا يمارس المشي هذا محدد فبالتالي العدد 1600 هذا يعبر عن عدد الأشخاص المرضى الذين يمارسون المشي والثمامية هو عدد الأشخاص المعافين ولكنهم يمارسون المشي الـ 1200 هم أشخاص مرضى ولكنهم لا يمارسون المشي والـ 400 هم أشخاص معافين ولكن لا يمارسون المشي فبالتالي هذا هو الجدول التوافقي يعني الأدد يعبر عن تقاطع عنصرين معا فبالتالي 1600 هي تقاطع أن يكون الشخص مريض ويمارس المشي 200 هو شخص مريض ولكن لا يمارس المشي وهكذا الآن في السؤال قال لك أوجد احتمال أن يكون شخص اختير عشوائيا معافا يبغى احتمال أن يكون الشخص الذي اختير عشوائيا معافا علما بأنه يمارس المشي كلمة علما بأنه علما بأنه هذه تكافئ علمتيش بشرط يعني هذا هو الشرط دائما كلمة علما بأنه تكافئ الشرط تكافئ الشرط فهنا اشترط علي أن الشخص يمارس المشي اشترط علي أن الشخص يمارس المشي فبالتالي فضاء العينة بعدما كان هذا الجدول كامل معاي في فضاء العينة الآن هو يبغى فقط من يبغى فقط الذين يمارسون المشي فبالتالي أي شخص لا يمارس المشي خلاص رح ألغيه أي شخص لا يمارس المشي سوف يلغى من اهتمامي مثل ما أنا حددت كذا فنادق مكة المكرمة كذلك هنا أنا اشترطت أن الأخ يمارس المشي فبالتالي لا بد أن أحدد فقط على الأشخاص الذين يمارسون المشي الآن أجي أحسب الاحتمال فأقول احتمال يساوي الآن كم عندي شخص أنا يمارس المشي عندي 1600 شخص وعندي 800 شخص إذن هذولي كلهم يمارسون المشي فأنا فضاء العين أصار عندي فقط الذين يمارسون المشي طيب قال لك أبغى احتمال إيش قال لك يبغى احتمال أن يكون الشخص معافة طيب كم واحد منهم معافة هتلقى هم 800 شخص من أصل 2400 فبالتالي هنقول الناتج هنا 800 تقسيم 1600 زائد 800 اللي هي تعطيك كم؟ تعطيك 2400 وبالتالي لما تقوم بالاختصار سيعطيك الناتج ثلث أو ممكن نعبر عنه بـ 0.333 أو ممكن نعبر عنه بـ 33.3% بهذه الصورة إذن هذه هي طريقة تعاملنا مع الاحتمال المشروط أننا دائما نركز على الشرط ثم نقوم بتقليص فضاء العينة أركز على الشرط أقلص فضاء العينة وبعد ذلك أوجد الاحتمال المطلوبة أجيب العناصر المتبقية وبعد ذلك اللي هو أوجد الاحتمال المطلوب منها دعونا نشوف تحقق من فهمك أيضا على هذا السؤال قالك أوجد احتمال أن يكون شخص اختير عشوائيا معافا علما بأنه لا يمارس المشي هنا ما هو الشرط أيها الأخوة الكرام نلاحظ هنا أن الشرط هو أنه لا يمارس المشي قالك علما بأنه لا يمارس المشي فبالتالي هذا هو الشرط الذي اشترط عليه وبالتالي سوف أقول الآن أنه سيكون عندي الآن الأشخاص الذين لا يمارسوا المشي هم داخل نطاق دراستي فقط إذن سوف أحدد الأشخاص الذين لا يمارسوا المشي أما الأشخاص الذين يمارسوا المشي فخلاص سوف أحجبهم بالنسبة لي بالنسبة لحساب الاحتمال هنا وأركز على الأشخاص الذين لا يمارسوا المشي طيب كم عندي شخص لا يمارس المشي أنا؟ عندي 1200 شخص زائداً 400 شخص هذول يكون لهم لا يمارسون المشي قالك محتمال أن يكون شخص أختيره معافا إذن أريدنا المعافين منهم الله يعافينا وإياكم وجميع مرضى المسلمين اللي هم 400 شخص وبالتالي حيكون عندك 400 على 1600 اللي هي تعطيك 4 على 16 أو ممكن نقول ربع أو ممكن نقول 0.25 أو ممكن نقول 25% نلاحظ أن بإمكان التعبير عن الاحتمالات بأكثر من صورة ممكن أعبر عنها على شكل كسر وممكن أعبر عنها على شكل عدد عشري وممكن أعبر عنها على شكل نسبة مئوية فأنت لك الخيار في اختيار اللي هو الكسر الكسر أهم شيء ما يزيد عن واحد يعني إيش؟ يعني البسط ما يصير أعلى من المقام البسط لا يرقى على المقام دائما اكتب على شكل صيغة A على B ولكن الA تكون أقل من الB هذا في صيغة الكسر والعدد العشري ما يزيد عن واحد العدد العشري لا يزيد عن الواحد دائما يتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد دائما والنسبة المئوية تتراوح من الصفر وما بين المئة بالمئة تتراوح ما بين الصفر والمئة بالمئة فأنت لك الخيار في اختيار طريقة التعبير عن اللي هو الاحتمال إن كتبت على شكل كسر ما يصرح البسط صير أعلى من المقام لأن إذا صار البسط أعلى من المقام صار العدد أعلى من واحد وإحنا تكلمنا عن الاحتمالات وقلنا أن دائما في مساء الاحتمال يجب أن يكون أعلى احتمال عندي يساوي كم؟ يساوي واحد يساوي واحد وهو احتمال الحادثة مؤكدة الحدوث احتمال الحادثة مؤكدة الحدوث يساوي 100% أو يساوي واحد فبالتالي دائما يكون الكسر البسط أقل من المقام أو يكون إذا كتبت على شكل عشر يبدأ من الصفر وينتهي عند الواحد يعني ما بين الصفر وما بين الواحد الصفر دائما احتمال الحادثة مستحيلة الحدوث والواحد هو احتمال الحادثة مؤكدة الحدوث وكذلك لو عبرت عنها على شكل نسبة مئوية فالواحد يعادل مئة بالمئة وعندما نقول مئة بالمئة يعني مئة تقسيم مئة مئة تقسيم مئة كم تساوي؟ تساوي واحد فبالتالي ستكون هي نفس النتيجة نفس النتيجة فبالتالي كانت تعبر دائماً عن أي احتمال بأي طريقة من هذه الطرق لننتقل أيها الأخوة الكرام إلى المثال الرقم ثلاثة كذلك أيضاً عندي جداول تواثقية ولكن لاحظت معي أن الجدول هنا أوسع من الجداول السابقة الجداول السابقة كانت في 2 في 2 لاحظت هنا الجدول 2 في 4 قال لك هنا أنه عندك مجموعة من الرياضيين الجامعيين بعضهم في السنة الأولى وبعضهم في السنة الثانية وبعضهم في السنة الثاثة وبعضهم في السنة الرابعة هناك طلاب ضمن المنتخب الجامعي وهناك طلاب ليسوا من ضمن المنتخب الجامعي فبالتالي هذا هو الجدول التوافقي فبثلاً عدد 36 يشير لماذا؟ يشير لطلاب السنة الثالثة الذين هم ضمن المنتخب الجامعي طلاب السنة الثالثة الذين هم ضمن المنتخب الجامعي ولو حبيت الرقم 262 هم طلاب السنة الثانية الذين ليسوا ضمن المنتخب الجامعي فبالتالي أقدرنا أعرف كل عدد ماذا يمثل من خلال هذه التجربة خلونا نقرأ السؤال ونشوفه وش المطلوب معنا طبعا هنا سؤال خيار من متعدد قالك يوضح الجدولة أدنى عدد الطلاب الجامعيين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم إذا اختير طالب عشوائيا محتمال أن يكون الطالب من ضمن المنتخب الجامعي علما بأنه في السنة الثالثة إذن أنا أول شيء بحدد الشرط أول شيء بحدد الشرط قالك أهم شيء أن علما بأنه في السنة الثالثة أو بشرط أن يكون الطالب في السنة الثالثة وين طلاب السنة الثالثة؟ والله هذول هم طلاب السنة الثالثة هذول هم طلاب السنة الثالثة طيب بقية الطلاب وين هيكونون؟ بقية الطلاب سوف أستبعدهم من التجربة فبالتالي أنا راح أقول الآن أن هؤلاء هم اللي داخل نطاق التجربة أما بقية الطلاب فسيكونوا خارج نطاق التجربة خارج نطاق التجربة بهذا الشكل فبالتالي تركيزي سينصب على إيش؟ سينصب على هؤلاء الطلاب سينصب على هؤلاء الطلاب فبالتالي الآن سأصبح فضاء العين بدل ما كان كل طلاب الجامعة أصبح فقط طلاب السنة الثالثة اللي هم 36 شخص زائد 276 شخص بهذه الصورة طيب قال لك أبغى احتمال إيش؟ قال لك أبغى احتمال بحتي أن يكون الطالب ضمن المنتخب إذن يريده ضمن المنتخب فكم عندي شخص ضمن المنتخب؟ والله عندي 36 فقط فأنا عندي 36 من أصل 36 زائد 276 هذا حياطيك 36 تقسيم 36 زائد 276 حياطيك 300 و12 طبعا أنت تطرنك تقسيمها ممكن بالأهلة الحاسبة تكتب 36 تقسيم 312 وبالتالي الناتج حيطلع معك كعدد 10 0.115 عشان أحوله كنسبة مئوية لأن اختيارات هنا بالنسبة المئوية أضربه في 100 أضربه في 100 فبالتالي حياطيك الناتج اللي هو 11.53 فالخيار الأقرب طبعا هو الخيار ألف الاختيار ألف طبعا هنا الناتج طلع 1.15 نضربه في 100 اللي هو حياطيك 11.5 مئة أو ممكن نقول أن ننقل الفاصل لخطوتين إلى اليمين وبالتالي يعطيك النسبة المئوية اللي هو 11.5 مئة فبالتالي الخيار الصحيح هو الخيار A خلونا نشوف مع بعض أيضا اللي هو تحقق من فهمك نفس السؤال ولكن أو نفس الجدول ولكن أغير لي السؤال نشوفه الشرط اللي اشترط عليه هنا قال لك ما وجد احتمال أن يكون الطالب ضمن المنتخب الجامعي علما بأنه في السنة الأولى فأنا أريد الآن طلاب السنة الأولى تعالوا يا طلاب السنة الأولى معاي طيب بقية الطلاب وين أوديهم؟ بقية الطلاب وأقول لهم خلاص ما عد نبغاكم أنتم خلاص توكلوا على الله فقط تركيزي سينصب على طلاب السنة الأولى لأنهم هم اللي داخل نطاق دراستي أو هم اللي داخل نطاق الشرط اللي اشترطوا عليه وبالتالي أنا عندي كم طالب في السنة الأولى أيها الأخوة الكرام صار عندي سبع طلاب زائدا 200 و69 زائدا 200 و69 كم طالب منهم ضمن المنتخب الجامعي إذن نلاحظ أنه فقط اللي ضمن المنتخب الجامعي هم سبع طلاب من أصل بقية الطلاب وبالتالي هيصير عندك سبعة على كم؟ سبعة زائدا 200 و69 هيصير 276 بهذه الصورة طبعا الاحتمال أيضا أحتاج أني أحسبه بالآلة الحسبة كنسبة مأوية فبالتالي بقول إيش؟ بقول سبعة على 276 بهذه الصورة وبالتالي الناتج سيطلع معاك اللي هو 0.025 وبالتالي بالضرب في 100 سيطلع الجواب يساوي كم يساوي 2.5% تقريبا هذا 2.5% تقريبا وبالتالي هو 2.5% تقريبا وبالتالي الخيار الصحيح هو الاختيار بي بهذا الشكل إذن أيها الأخوة الكرام اتفقنا في هذا الدرس على أننا دائما في الاحتمال الشرطي نقوم بالتركيز على الشرط نقوم بالتركيز على الشرط وأقلص فضاء العينة خلاص أهمل أي شيء خارج الشرط وأركز على الشرط رح صره فضاء العينة أو صره الحالة العامة أضعه في المقام وبعد ذلك أشوف قال لك ما احتمال أصعد إلى السطح أو أصعد إلى البصط عفوا وبالتالي أضع اللي هو الاحتمال المطلوب مني في هذا السؤال وبذلك يعني نقوم بحمد الله تعالى أنهينا درسنا هذا تكلمنا عن مفهوم الشرط تكلمنا عن الاحتمال المشروط وتكلمنا عن الجداول التوافقية ما رأيكم أن نختم ببعض الأسئلة كتقويم لفهمنا للدرس دعونا نشوف المثال الموجود عندنا هذا المثال قال لك يوضح الجدوى الأدنى مجموعة من الأشخاص في فحص القيادة علما بأن بعضهم أخذ حصصا تدريبية تحضيرا للفحص والبعض الآخر لم يأخذ إذا اختير أحد الأشخاص عشوائيا فمحتمال كل مما يأتي الآن قال لك في الفقرة أبغى محتمال أن يكون الشخص ناجح علما بأنه أخذ حصصا علما بأنه أخذ حصصا فأنا رح أركز على الناس اللي أخذت حصصا فبالتالي رح أقول هنا أن الاحتمال سيكونك على النحو التالي اللي أخذ وحصصهم 64 زائدا 18 64 زائدا 18 طيب قال لك محتمالا يكون الشخص منهم ناجح الناجحين منهم كم؟ والله الناجحين منهم 64 فبالتالي سيصير الجواب كم؟ سيصير الجواب 64 على 64 زائد 18 سيصير 82 فسير 64 على 82 ممكن أحسبها بالآلة الحاسبة أقول 64 تقسيم 82 وبالتالي الجواب سيطلع معك تقريبا 78% لو ضربتها في 100 سيطلع تقريبا 78% نقل 78% وفي الحقيقة الأمر أيها الأخوة الكرام في مساء الإحصاء والاحتمال نحن لا نهتم بتفاصيل النتائج مثل الفيزياء مثلا لأن النتائج هذه لا تمثل حقاقة نحن اتفقنا في بداية الدرس الأول أن الفرق بين علم الرياضيات وعلم الإحصاء أن علم الإحصاء يعطيني مؤشرات يعطيني مؤشرات فما فرق 78% أو 78.04% يعني التدقيق الزائد هنا ما له قيمة كبيرة فبالتالي دائما أنا أبحث عن المؤشر فالمؤشر أنه 78% أي تقريبا 4 أخماس أو تقريبا أكثر من 3 أربع تقريبا يعني يعني هذه هي الإحصائية اللي موجودة عندي بهذا الشكل تعطيني مؤشر لأتخذ قرار معين مثلا أنه والله أني لو أعطيت الناس حصص فأنه 80% أو 78% منهم بينجحوا أقول 80% قربت 78 إلى 80% فبالتالي ما فرقت معي الصفر فاصل الصفر أربعة يعني هال الأربعة في المية هذه الصغيرة ما تفرق معاي لأنها تعتبر عدد صغير جدا ما رح يؤثر على المؤشر أو لن يؤثر على اتخاذ القرار مثلا لو كان الموضوع موضوع فيزياء لا والله نهتم بدقائق الأمور أو موضوع كيميا الذرة تفرق معاك طبعا هنا لا لازم نهتم بالفواصل ومو يعني أربعة في المية نتكلم عن يعني زي مثلا في الكيميا بعض العداد تصير فيها عشرة والسالب ثلاثة وعشرية زي عدد أفوغادلو مثلا ها اللي أنتم تعرفون أكيد درستوه في الكيميا فبالتالي نهتم به اللي هو يعني أصغر من الذرة النانو يعني مثل هذه الوحدات الصغيرة جدا نجي للفقرة بي الآن قال لك أيضا محتمال أن يكون الشخص راسب علما بأنه لم يأخذ حصصا إذن أروح للناس اللي ما أخذت حصص هذه اللي بركز عليها عفوا أروح للناس حصص ما عليش خلنا نمسحها بس أروح للناس اللي ما أخذت حصص هذه الناس اللي ما أخذت حصص إذن أبركز عليها لأن هذا هو الشرط اللي عندي الآن سوف أأخذ اللي هو الاحتمال وبالتالي سأقول الآن أن الاحتمال سيكون على النحو التالي عندي كم شخص ما أخذ حصص عندي 48 زائدا 32 زائدا 32 هذولي ما أخذوا الحصص طبعا قال لك ما احتمال أن يكون الشخص راسب احتمال أن يكون راسب طبعا عندك 32 شخص رسبوا وبالتالي سيكون هنا عندك 32 من أصل كم من أصل 80 من أصل 80 48 زائد 32 تعطيك 80 الآن طبعا ممكن تحسبها هذه ممكن نحسبها يعني بقسمة على 8 للطرفين ستصير مثلا 4 على 10 صح ولا لا وبالتالي ستعطيك 0.4 وممكن تقول 40% 40% إذا ما أخذت حصص سوف ترسب الآن شوفوا السؤال اللي هو الفقرة C فقرة جميلة جدا وش قال لي في الفقرة C قالك لم يأخذ حصصا علما بأنه ناجح علما بأنه ناجح فأصبح الشرط عندي أنه ناجح أصبح الشرط عندي أنه ناجح فبالتالي صار الشرط هذا هو الشرط أن يكون ناجح فكم عندي أنا شخص ناجح الآن كم عندي شخص ناجح فبالتالي راح أقول أن الناجحين عنديهم 48 واربعين واربعة وستين فشوفوا أحيانا أني يغير لك الاتجاه العملية كاملة فما عندي مشكلة أنا أركز على الشرط سواء جاء أفقي ولا جاء رأسي الآن كم عندي شخص لم يأخذ حصصا اللي لم يأخذون حصصا هم ثمانية واربعين من أصل ثمانية واربعين من أصل ما هو مجموع اللي هو عندك الاربعين والستين مجموعة مية والثمانية والأربعة واثناش فصارت مية واثناش ممكن تقسمها باستقدام الآلة الحاسبة فتقول ثمانية واربعين تقسيم مية واثناش بهذا الشكل يطلع ثلاثة على سبعة أو الثلاثة على سبعة تقريبا ستكون ثلاثة واربعين في المية تقريبا ثلاثة على سبعة أو ممكن نقول أنها تقريبا ثلاثة واربعين فاصلة ثمانية ممكن نقول ثلاثة واربعين في المية تقريبا تقريبا ممكن نحن نقربها إلى 43% بهذا الشكل خلونا نشوف هذا المثال أيضا سؤال متعدد الخيارات قالك يقارن عادل وإبراهيم وسعود مجموعة أمثال شعبية جمعوها وتم تمثيل ذلك وفق الجدوى الأدنى إذا اختير مثل شعبي مما جمعوه أشوائيا فمحتمال أن يكون المثل اجتماعيا علما بأنه ليس مما جمعه عادل علما بأنه ليس مما جمعه عادل أيوة كيف أفكر في هذا السؤال هذا كثير من الطلاب عندما يشوف هذا السؤال هذا يخاف كذا يحس الجدول صار ثلاثة ثلاثة وصعب لكن المسألة بسيطة جدا قلنا دائما عشان نوجد الحل نركز على الشرط نركز على الشرط ما هو الشرط هنا أيها الأخوة الكرام والأخوات ما هو الشرط هنا الشرط هنا مثلما نلاحظ أنه ليس مما جمعه عادل فبالتالي أي شيء جمع عادل راح أخليه بر ما أبغل لجمع عادل فبالتالي كل هذه الأمثال تدخل معايا في الشرط كل هذه الأمثال تدخل معايا في الشرط أما الأشياء اللي جمعها عادل فسوف أستبعدها الأشياء اللي جمعها عادل سوف أستبعدها لأنه اشترط علي أنه ما جمعها عادل فبالتالي الأشياء اللي جمعها عادل سوف أستبعدها فبالتالي صار عندك الآن فضاء العين أو صار عندك اللي هو المقام في كل هذه القيم فأنا عندي هنا 119 و145 و302 و244 وكذلك عندك 4 وكذلك 182 182 ما عليش خل نكتب الأربعة بشكل جيد زائد 182 كل هذه أشياء موجودة في المقام عندي طيب قال لك ما هو الاحتمال المطلوب الآن؟ قال لك محتمال أن يكون المثل اجتماعيا إذن أبغى الأمثلة الاجتماعية وين الأمثلة الاجتماعية؟ هذه هي الأمثلة الاجتماعية هذه هي الأمثلة الاجتماعية اللي هي عبارة عن 145 مثل زائد أربعة أمثال بهذه الصورة ألا طبعا تحسب بالاحتمال نفتح كسر نكتب فوق 145 زائد أربعة ونكتب 149 مباشرة ألا منكتب 119 زائد 145 زائد 302 زائد 244 زائد أربعة زائد 182 نتأكد دائما أن نقلنا الأرقام بشكل صحيح وبالتالي نضغط بسم الله وعلى بركة الله اللي هي المساواة وصار الناتج 14 يعني 0.1495 نضربها في 100 حتى نشوف الاحتمال بالنسبة المئوية لأن الخيارات جابها لي بالنسبة المئوية فهي تقريبا 14.95% فهي تقريبا كام؟ تقريبا 15% فنقول أنه تقريبا سيكون الجواب 15% أو 14.95% أقرب ما لها طبعا اللي هو الخيار دي بهذه الصورة وفي ذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أيها الأخوة الكرام والأخوات أنا هنا درسنا درس الاحتمال المشروط دائما الفكرة الرئيسية أبحث عن الشرط قلص فضاء العينة ضع مقامك بشكل صحيح ثم أختر الجزئيات بالمقام اللي تبني فيها البسط وبالتالي تحصل على إجابة صحيحة 100 في 100 دائما يا أخوة الكرام مسائل للاحتمالات مسائل تفهم ما تحفظ لازم تكون فاهم وش أنت تسوي من يوم تشوف احتمال شرطي ركز على الشرط لب الشروط قل له طلباتك أوامر زي ما يقولون ها نفذ الشروط قل له من هالعين إلى هالعين لكن ما يمكن أنك والله تحلل مسألة احتمال شرطي بدون ما تقرأ السؤال كامل لا أود أنك تقرأ دائما في مسائل الاحتمال تقرأ السؤال مرتين مرة تستكشف وش نوع السؤال من يوم تشوف كلمة علما بأنه من يوم تشوف كلمة بشرط على طول تروح للاحتمال المشروط في الختام أشكركم لحسن المتابعة ونلتقيكم على خير في الدرس القادم تمتوا في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته